رجعنا لكم من جديد مشاهدينا وصار معنا الزميل حسام جمال بجولة الصحافة صباح الخير صباح الخير حسام صباح الخير روان نور 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 شكلي مفارقة غير ناسنا صباح لمتابعينا بجولة الصحافة في موقع تلفزيون سوريا محضر العديد من الأخبار اليوم عن الأخبار السوريين في الداخل السورية وبلاد اللجوء وأيضا الأخبار الفنية رح تكون بداية من الأخبار الفنية قال الفنان فارس الحلو أن أسباب غياب الفنانين المعارضين عن الساحة الفنية وعدم وجود أعمال درامية تنتمي إلى الفكر المعارض وبسبب الإهمال وعدم وجود اهتمام أعلمي بالفنانين الذين انتموا إلى ثورة شعبهم وأضاف وفق ما رصد موقع تلفزيون سوريا أن جميع شركات الإنتاج في الوطن العربي مرتبطة بشكل أو بآخر بتحكم الأجهزة الأمنية وليس هناك وجود لشركات إنتاج مستقلة وأشار إلى أن أي اختراق لهذه المنظومة قد يصل عبر إنتاج عمل ذي رأي مستقل وحر فأن تجد من يعارضه من هذه القنوات في الشرق فلن يعرض في هذه القنوات في بعض القنوات في الشرق الأوسط وضحا أن أفكار الثورة والتغيير والعصرنة لا توافق المزاج العام لممولي الأعمال الدرامية في جميع الشرق الأوسط يعني هاي الفكرة فعلا موجودة كثيرا عم يعانوا من الفنانين اللي ينتموا فعلا لثورة شعبهم عم يكون الأعمال الدرامية جدا قليلة والبعض ما عم يحصل ولا على أي عمل صحيح لا هو بعتقد أنه آخر عمل كان بال2016-2015 وجوه وأماكن اللي يشتغل فيه مجموعة من المعارضين وكان صلت ضوء على الثورة السورية من خلال ثلاث حكاية بس من بعد ما تم إنتاج هاي الأعمال اللي بتحكي عن الثورة السورية ولكن فارس الحلو بتصريحه وضح الأمر بشكل أو بآخر أنه شركات الإنتاجية تابعة لمنظومة كتير كبيرة وتابعة لشركات أو خلنا نقول هاي الشركات بشكل أو بآخر بتتحكم فيها الأجهزة الأمنية وتتحكم بمحتوها هو حسام أصلا يعني أنا حسب ما بتابع بالنسبة للدراما السورية أيام مما كانوا هدول المبثلين بسوريا وكان لهم موقف من النظام كانت حتى الأعمال تنحصر يعني فارس الحلو بفترة من الفترات كان ببقى الضوء مثلا كان نجمه كتير ساطع بعدين صارنا نشوف خفوت لنجم فارس الحلو لأنه كان فيه له موقف من السلطة وعديد ممكن من الفنانين كان له النفس الموقف صحيح يعني وأنا بضيف على كلمك فوراة أنه فارس الحلو بالوسط النقاد للدراميين ووسط الفني بيقل لك أنه ما أخذ حقه فارس الحلو إمكانياته أكبر من هيك بكتير ولكن مثل ما قالت تم ربما تحجيمه أو تهميشه فنيا ونحن نتمنى أنه يتم إنتاج أعمال للفنانين اللي وقفوا مع الشعب السوري وينتموا للثورة السورية وحتى أعمال تكون محايدة يعني فعلا يعني يوصل للإنسان أو للفنان من حيث عمل أنه يفصل موقف سياسي عن موقف الفني يكون العمل هو العمل مثل ما ذكرنا مبارح أن العمل هو مرآة الحياة ومرآة الواقع هو انعكاس للمجتمع اللي نحن عايشينه رح نبقى بأخبار الفن والفنانين ولكن هذه المرة مع جوقة عزيزي رد الممثل حسام تحسين بيك على منتقديم سلسل جوقة عزيزي قائلا إنه عالج حقبة تاريخية فنية مرت على سوريا ويوجد فيه كثير من الأحداث الواقعية وأضاف في تصريح لأيتي بالعرب رصده موقع تلفزيون سوريا أن المشاهدين سيتعرفون عبر العمل إلى أناس ذلك الزمن والواقع الفني لسوريا مبينا أنه عندما يجب أن نتحدث عن تاريخ فيجب أن نسرده بحذافره بغض النظر عن مدى قبول المشاهد أو رفضه لهذا العمل وأتوقع حسام أن يلقى المسلسل صدى جيدا بين المتابعين على الرغم من أنه يندرج تحت تصنيف البيئات الشامية فعلا شفنا تعليقات كثيرة يعني بعد خمس حلقات من هذا المسلسل البعض عم يقول أنه غير مناسب شهر رمضان والبعض عم يقول يعني هو عم يعطي صورة سيئة عن البيئة الشامية في البعض حبه أيضا لا ننكر هذا الشيء يعني أنا تابعت بس يمكن أول حلقة في بعض المشاهد أنا صراحة بنسبة لي حسيتها ما أنا مناسب لأنه ينعرض المسلسل بشهر رمضان ربما إذا بيعالج يعني قضية أو مسألة معينة بهذه الحقبة كان لازم ينعرض بعض شهر رمضان أنه يعني أعرف إذا شفت المسلسل رأي شفت منه بعض المشاهد مبارح كنت عم شوفه هلأ في كان على السوشال ميديا كان فيه رأي مثل ما عم تذكر أنت فخورات أنه رأي المسلسل مو مناسب للعرض بشهر رمضان مسلسل غير واقعي وإلى آخره بالمقابل في رأي آخر بإلاك أنه مسلسل واقعي وهذا فن يعني بنعرض بشهر رمضان قبل شهر رمضان بعد شهر رمضان بس الفكرة بدي أقول أنا أنه قولبة العمال بيئة الشامية وصارت ذاكرتنا وذاكرت خلية نقول الوطن العربي كلها ياتوا عن الشام بالثلاثينات والعشرينات وبهي الحقبة العمال اللي تقدمت مثل البيئة الشامية مثل باب الحارة شارع شيكاغو أتوقع شوي كسر القالب يعني هو كمان حكى عن فترة من الفترات تماماً وشارع شيكاغو كمان تعرض لهجوم كثير أشخاص بقول لك أن الشارع هو كان نفس ما تم تصويره في العمل وفيه أشخاص بقول لك من هذيك الأيام أنه لا هو كان مو هيك ولكن تم المبالغة فيه فهذا العمل العمال الفنية دائماً بيكون ما بين مؤيد ومعارض مثل أي عمل مثل أيش ما حدا بيتفعل عليه تماماً العراء أو الاختلاف لازم يكون موجود يعني بأي شيء طبعاً هو الاختلاف هو بيولد النجاح رح ننتقل من الأخبار الفنية لداخل السوري طرحت شركة لاستر العالمية للعطور ومواد تجميل علامتها التجارية الجديدة ومنتجاتها في سوريا وذلك في حفل بمجمع أبتون بمشروع دمار وقال الخبير الاقتصادي محمد جليلاتي في تقرير لموقع تلفزيون سوريا إن تأسيس شركة لاستر العالمية للعطور والتي تعد جزءاً من مجموعة شانل يشير إلى الانقسام الحاصل في تركيبة المجتمع السوري وأضاف أنه في الوقت الذي تبيت فيه العائلات من دون وجبة عشاء هناك من يقتنع عطورات بمبالغ تصل إلى 600 يورو للقارورة الواحدة مشيراً إلى أن شركة لاستر ما هي إلا واجهة لتغطية أعمال وصفها بالقذرة مثل تجارة المخدرات يعني للأسف حسام واقع مرير لربما مثل ما حكيت بالخبر يعني هناك عائلات تقتني أفخم الماركات وأفخم العطور وبتأكل أحسن أكل وبالمقابل فيه ناس من دون أكل يعني وللأسف هي بالشوارع وغني 90% من الشعب يعني إذا طبقها الوسطة هل هذا بأكد؟ طبعاً صار طبقة الغنية والطبقة المعدمة 90% من السوريين طبعاً من الأسف الطبقة الفقيرة المعدمة مع أنه سوريا هي المعروفة هي طبقة الوسطى يعني كانت للأغلبية الشعب السوري هو شعب الطبقة الوسطى ولكن ما حدث يعني كان فيه تجار ويحدث خلينا نكون واضحين يعني أن الماسكين هلأ البلد كلها اقتصادياً وقررت لعم تطلع كلها لصارحون حتى مثل ما ذكر التقرير أنه في شركات عم تطلع نحن نتخيل أنه هي نوعية من العطورات وهي نوعية من الماركات أو حتى ماركات ألبسك ما خرج هي استثمارة في سوريا هو فاشل 600 سيورو يعني ما حتم تريشتري من هذه الماركات يعني إلا الناس المقتدرين واللي عندهم مصاري تماماً وهم فئة قليلة جداً 10% فهي حسب التقرير وحسب التحليلات أنه هي واجهات لعمال مثل تجارة المخدرات مثل في نورة في ضمال يعني هي تماماً تماماً فرات رح ننتقل من أخبار السوري من داخل السوري إلى بريطانيا فتمكن لاجئان سوريان في المملكة المتحدة من تحقيق نجاح عبر صناعة الجبن وحصل على العديد من الجوائز رغم أنهما لم يكونا يعملان في هذه المهنة بدمجق إلى أن ظروف اللجوء وعدم توفر فرص العمل دفعت رزان السوس إلى التفكير بهذا المشروع مع زوجها راغة صندوق ووفق ما ترجم موقع التلفزيون سوريا عن صحيفة ميدل إست مونيتور قالت رزان إن جبن الحلوم لم يكن متوفراً كثيراً على الرغم من الإقبال عليه وتأتي أيام يفقد فيها من الأسواق على الرغم من توفر الحليب الطازج بكثرة وهنا ما اكتشفت أن هناك فجوة في السوق لتبدع مشروعها هي وزوجها وأطلق الزوجان مشروعهما عبر افتتاح محل صغير واستقدام معدات لصناعة الجبن في العام 2014 بعد أن تمكنها من الحصول على منحة مالية طبعاً رزان وزوجها صاروا مشاهير على الصحف البريطانية ما شاء الله وش جربت ببيتها وفعلاً عجبت العيلة أعجبت بهذا الجبن واجبنا الحلوم يمكن أساساً ما كان موجود هناك إلا بفصل لكعنب يعني بأشهر معينة تماماً كانت موجودة بأشهر معينة ولكن مثل ما ذكر تقريره وقالت نور أنه قدروا يأنتجوا من خلال قرض يعني اللافت بالنظر أنه كثير من أخبار لاجئين سوريين اللي استعرضناها بجولة صحافة أنه مثل أغلبهم بيطلعوا بيفقدوا شيء يمكن يكون بيشتغلوا في مهنة بينتقلوا لمهنة أخرى يعني مثل التقرير اللي عدوا أنه الزوجين ما لهم علاقة في المهنة نهائياً هي صيدة لانية وزوجة مدير سيكوريتي وقصص بالتكنولوجيا الأمنية فلاقوا حق أنهن لازم يشتغلوا ما رح يعيشوا على المعونات فقدروا يحقوا نجاحات ونجحوا ويحقوا فيهم الصحف يعني ومنعهم كمان داخل السوري بالخارج كمان النجاح رح ننتقل من أخبار السوريين وأخبار الفن لأخبار عالم شركات التواصل الاجتماعي تشفت شركة تويتر أنها تعمل على إضافة خاصية تعديل التغريدات والتي سوف تختبرها مع عضاء محددين في خدمة تويتر بلو في الأشهر المقبلة وتواجه الشركة تغييراً واسعاً في الاتجاه وذلك بعدما أصبح إيلون ماسك أكبر مساهم فيها بحصة تزيد عن 9% وضمامه إلى مجلس الإدارة بعد التشكيك في التزام منصة التواصل الاجتماعي بحرية التعبير وأشار رئيس المنتجات الاستهلاكية في تويتر إلى أن الشركة تعمل منذ العام الماضي على إضافة خاصية التعديل مبيناً أنها أكثر ميزة مطلوبة على تويتر منذ سنوات يعني الحمد لله هاي الميزة أخيراً فكرت تويتر بنظيفة يعني فيسبوك هي موجودة من زمان تعديل طبعاً وبيكتير تطبيقات أنا باستغرب ليش تويتر ما فكروا بهذه الخطوة من قبل يعني إذا لما بتنزل بوست مثلاً أو تغريدة على تويتر ما فيك أنت تتعدل عليها تقرد تبسحها كله يأتا إذا جابت تفاعل طبعاً والتفاعلات باعها كمان يعني وبتروح وبعدين مشكلة كانت هلأ أنا وجهة نظري شخصياً أنا مع ميزة أنه عدم التعديل ليه؟ خلص قبل كي واحد غلط وبدو يصلح غلطه أما هي هي الميزة اللي كانت في تويتر نحن بنعرف أنه يعني أغلب المستخدمين تويتر هنن خلنا نقول طبق السياسي والمثقفين والإعلاميين وإلى آخرهين فهنن بيعتبروا أنه هاي الفئة أنه بما حسب ما ريت أنا طرأت أنه خلص بتقول كل ما بتقول الجملة ما بتتراجع عنا أو بتعدلوا إلى آخره شكراً ما بحكي يعني؟ بالمقابل فيه كتير مناشير بتعدل على الفيسبوك بس بين التعديل يعني بس بين التعديل على الفيسبوك أيوة وشو عدل شو كان كاتب يعني صحيح هلأ بالأمبارح أنا كنت عم شوف الأخبار والقراء فيه أشخاص أنه خلص وأخيراً أنه أجد خاصية التعديل ويلا منعدلوا ما عدنا كلها منحذوا في التويتر وإلى آخره فيها أشخاص لا أنه ما هي الميزة الأساسية الموجودة في التويتر أنه رحنا نكتبه ما يتعدل عليه هلأ صار مثله مثل أي تخاف غادروا إلى تويتر لكن غادروا برأيك إيلون ماسك حالياً كون هو صار فيه عنده أسهم من الشركة هذا الشيء رح يضيف بالنسبة لتويتر يعني رح يزيد رصيده ورح يحسنه بشكل أفضل أنا بتوقع فرات رح يتنتعدل فات برسماء الكبير على ما أظن إيلون ماسك من أغنية في العالم 9% فات هلأ نحن قبل ثلاثة أيام كان إيلون ماسك صرح تصريح ضد تويتر وأنه هو تويتر هو بخالف بلوج سياسياً ويفتح منصة جديدة اليوم نشوف أنه فايت 9% وفايت بمجلس الإدارة وأنا بتوقع أنه رح يكون فيه تعديلات مستقبلية تويتر خاصة أنه إيلون ماسك مثل ما بنعرف أنه هو شخص يفكر خارج الصندوق تماماً مع تويتر وإيلون ماسك وأخبار الفن والفنانين والسوريين في الداخل والخارج انتهت جولتنا للصحافة اليوم برجع بصباح عليك فورات ونور بصباح المتابعين لا أكيد هي روان غيبة بس مرأكتا حاضرة طبعاً طعاً وجهنا تحية ويونايمة يسعى صباحك يسعى صباحك نور يسعى صباحك حساب متابعينا بجولة صحافة في الآكون يوم الأحد وأخبار جديدة شكراً لك حساب شكراً فورات شكراً جزاً